على المستوى المصري وعلى المستوى العربي حدث مهم ممكن الكتاب تكون مكانته تراجعت ده فكرة عند الناس كتير لكن مصر لغاية النهاردة فيها حاجة اسمها قائمة الكتب الأفضل مبيعاً فيها جيل احنا بنتهي موطول الوقت بأنه بيبص على شاشاته بس وبتعامل مع التليفوناته بس لكن فيه إراية الإراية واستهلاك الكتب صحيح مش بالنسبة لمفترض أنها تكون في بلد تعدادها تجاوز المئة مليون لكن لو عندك عشرة مليون ولا عشرين مليون بيقروا كتب على مدى السنة كلها فأنت كده قد تلسة أربع بلد تانين جنبك على سبيل المثال النهاردة النسخة الخمسين من معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب فيه أكتر من حاجة بتحصل لأول مرة أول مرة أنه مكان المعرض بيتغير دولي موجود فيه قاعة المعرض أو قاعة المؤتمرات الجديدة في التجمع الخامس النهاردة كان رئيس الجمهورية بيفتتح المعرض زي ما قلت لحضراتكم المعرض بيحتفل بيوبيله الزهبي انطلق لأول مرة سنة 1969 وكان رئيس الجمهورية في زيارة للمعرض في شكله الجديد وهنا الشكل له تأثير مباشر على المضمون ناس كانت بتتدايق السنين اللي فاتت لما تروح المعرض وتدخل صلاة عرض كبيرة وصلاة نشر كبيرة وتلاقيها أنها خيم ومطربة والمكان ما بقاش بيحتمل أو بيستوعب زواره زي الأول النهاردة المعرض موجود بشكل مختلف تماما العرض له علاقة مباشرة ولو تأثير مباشر على المحتوى في عدد كبير من النشرين فوق 700 نشر 748 نشر تحديدا في إصدارات للنشرين بقى بشكل غير مباشر وجايين من 35 دولة عموما زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كان الافتتاح اللي هو الخاص بالعاملين في المجال الضيوف النشرين الصحفيين بكرة إن شاء الله يبقى أول يوم من أيام افتتاح المعرض للجمهور لو حراك لسه بتروح المعرض في مواصلات موجودة زيادة علشان تقدر تروح المعرض لما تروح المعرض خد معاك ابنك أو بنتك أو أخوك أو أختك علشان الحكاية تبقى أكثر اتساعا علشان ما نبقاش بنشتكي من إن إحنا ما بنقراش وفي نفس الوقت ما بنحاولش ننقل الثقافة دي أو العادة دي الناس اللي حوالينا أنا ما تعودش روح معرض الكتاب إلا مع عائلتي وأنا عائل صغير ما عرفتش معرض الكتاب إلا عن طريق أبويا وأمي إن هم لازم ياخدوني معرض الكتاب فإذا كان المواصلات موجودة ومتاحة وفي أكتر من خط أعتقد 40 خط ممكن يوصلوا لقاعة العرض ما تستسلش وروح لأنه ده مش هينأكس عليك بس متعة وفهم للنهاردة ده هينأكس عليك وعلى عائلتك كلها وعلى أسرتك كلها على مدى السنين الطويلة اللي جاي إن شاء الله موسيقى